اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصفات ربنا سبحانه وتعالى جعلها اساسية فيه وصفات نسميها عوارض الصفات اما الصفات الاساسية في الانسان ان الانسان الاصل فيه ان يكون ثابتا صابرا محتسبا متوكلا لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن في كتابه ان هناك عوارض ايضا لهذه الصفات فالانسان قد يكون هلوعا قد يكون جزوعا قد يكون خائفا بل جبانا كل ذلك جائز لان هذه عوارض ما مزية الانسان بين هذه العوارض ان يعمل بجد واجتهاد على ان يزكي الصفات الاصيلة التي ارادها الله فيه ويتغلب على هذه العوارض عوارض الخوف عوارض الهلع عوارض الجبن هذا هو الامر الثالث الامر الثالث اذا حل هذا البلاء وهذا جائز كيف نتعامل معه اول شيء لا بد ان تعود الى الايمان والاعتقاد هذه المزية ما المزية التي تميز المؤمنين عن غير المؤمنين الذي لا يؤمن بإله مثلا الملحد مثلا مثلا الذي لا يؤمن بإله ما الذي يميزك عنه الذي يميزك عنه انك تؤمن ان هناك ركن شديد هناك قوة جبارة هناك خالق متصرف في الكون انت تركا اليه انت تركا اليه طيب الكل هاي يقول ما احنا كلنا نؤمن بهذه الامور ولكن كيف ننمي هذا الامر عندنا هو ان تعيش وانا اختار اللفظ بدقة هنا ان تعيش لا تتذكر ولا تقول ان تعيش صفات الله وانا اختار نفسه وكما اخبر عنه نبيه تعيشها يعني تعيشها معايشة ان تؤمن انه هو الذي يخلق ويرزق وانه هو الذي يحي ويميت وانه هو الذي يقضي وينفذ وانه هو الذي يداول الايام وانه هو الذي يذهب بدولة ويأتيب اخرى تعيش هذه المعاني ثم تعيش ان اوامره ومراسمه نافذه في حسب ارادته كما شاء في الوقت الذي يشاء دون تقدم ولا تأخر ولا زيادة ولا نقصان ان تعلم انه يسمعك ولا يشغله ان يسمع غيرك عن سماعك فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح ذو الحاجات ويعلم سرك وما هو اخفى من السر وفي كل يوم يغفر ذنبا ويكفر سيئة ويكشف كربا ويفرج هم ويفك عانيا ويعافي مبتلا ويشبع جائعا ويكس عاريا وهذه هي صفات الله فانه لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ويرفع اليه عمل الليل قبل النهار تعيشها تعيشها تعيش هذه المعاني لا تذكرها ولا تعد تكررها تعيشها بوجدانك وبعقلك إذا عشتها فإنك ستكون تشعر بمعية الله سيصغر أمامك كل شيء تصور أنك انت في مأزق ثم جاءك رجل قوي يعني يستطيع أن يخرجك من هذا المأزق ثم ورأيته دون أن يفعل شيئا ستشعر بالاطمئنان وتشعر بالنجاح قد اقتربت منك هذا المعنى يجب أن تعايشه مع الله لماذا؟ لأنه أقرب شهيد إليك وأدنى حفيظ وقد أخذ بالنواصي وسجل الأعمار والآثار والقلوب إليه مفضية والسر عنده علانية تعيش هذه المعاني إذا عشت هذه المعاني تكون في معية الله ولا تخشى من شيء الأمر الثاني في مواجهة الشدائد أن تعلم حقيقة الدنيا أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا ضار ابتلاء هي في أساسها في خلقتها ضار ابتلاء ولذلك ربنا عندما قال بلام التوكيد والقسم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هذا إخبار لك على طبيعة هذه الدنيا أنها دنيا غير مستقرة على حال كنت صبيا ثم شبا فتيا ثم رجلا هرما عجوزا ثم كنت صحيحا فأصبحت مريضا كنت غنيا فأصبحت فقيرا هذه هي الدنيا بتقلباتها يجب أن نفهمها لماذا حتى إذا حدث لك أي تغير فيها لا يصدمك هذا التغير لأنك قد وطنت نفسك أن الدنيا لا تدوم على حال ولذلك سيدنا علي لما سئل عنها قال حلالها يعني ماذا أتحدث عنها قال يعني عمرها قصير وأمرها حقير حلالها حساب وحرامها عقاب ومن اغتنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن ومن سعهد ليرد يعني سبقها فاتته ومن قعد عنه واتته دي الدنيا إذن أن تعلم حقيقة الدنيا وطبيعتها وتقلباتها بأهلها الأمر الآخر إذا نزل البلاء يجب أن تحيط به علما لا أقول الإحاطة الإلهية والعزب الله ولكن أن تحيط به علما في مقدورك البشري ما هذه الشدة ماذا ما طبيعتها كيفية التغلب عليها تدرسها من كل جوادب والآن الناس بحثها عادة سهلة جدا تدخل على الجوجل وبتبحث يعني يعني لو أخذنا مثال الشدة التي نزلت بالناس جميعا مثلا مثل البندميك الذي تسبب في عدم عقد هذا المؤتمر مثلا إذن يجب أن تعرف عنه وتقرأ عنه وما يجب عليك تجاهه وكيف يتصرف الناس حياله لا تكن أنت في معزل عن المعلومات التي تفيدك وإياك أن تسمع في مثل هذه الشدائد إلى الإشاعات الإشاعات بالذات العقل التآمري ده دي مؤامرة كبرى ده هيضعوا فينا في جسمنا مش عارب إيه عشان يأخذوا المعلومات بتاعة الدي إني إيه والجيد من مش عارف كده وتلقى الناس يعني دخلت في مواويل غريبة جدا يا عجيب هو محتاج يحط لك حاجة عشان يعرف عنك كل حاجة هو عارب ما تليفون هو التليفون هو يتكلم مع حد صاحبك كده في أي حاجة ويفتح على الفيس بوك هتجد الإعلان جايلك على طول من غير أي شيء يعني الآن معتش بحتاج يحط يعني فإن أنت تعرف حقيقة الشيء وأن تنفي كل الأشياء الإشاعات وهذه الأمور التي تأتي بجانبه وأن يكون عقلك موضوعي نقدي لا عقل خرافي إحنا عندنا عقلين يدمر أحيانا حياتنا العقل الخرافي الذي يصدق كل شيء من غير دليل والعقل المعاند الذي لا يقبل أي شيء مع قوة الدليل الاتنين دون مرفوضين إحنا عايزين عقل موضوعي وعقل نقدي الأمر الآخر بسرعة لأن الوقت انتهى بعد المعلومات التي يجب أن تتوفر لديك حول هذه الشتة والنازلة الأمر الآخر المواجهة المواجهة قالوا كيف نعالج الخوف قال واجهه روحوا واجهه أنت خيف من شيء معين واجه الخوف هناك وتاله الخوف ينتهي أي حد داخل المعركة قبل المعركة خوفه ببقى أشده ولا أثناء المعركة قبل المعركة ولذلك الحرب النفسية متى تنجح قبلها أثناءها خلاص هو دخل في الخوف خلاص انتهى الخوف بينتزع في هذه الحال يبقى إذن المواجهة الصريحة لهذا الأمر الأمر القبل الأخير المرونة لما بتنزل الشتائد إحنا عندنا في الفقه بنقول فقه النوازل يعني إيه فقه النوازل يعني هناك حالة خاصة في ظروف خاصة طارئة نازلة الفقه كله بيتغير من أجلها عندنا سيدنا عمر عطل حد الرد السرقة في عام الرمادة تمام؟ ليه؟ لأن في مشكلة الآن في مجاعة الآن إذن المرونة في الفقه أيضاً المرونة في التصرف يعني مثلاً لو خدنا نفس المثال الآن مضطر تعمل من البيت والأولاد هيذكروا من البيت ولعل البيت ضيق ولم تكن مستعداً من قبل وهكذا يبقى في مرونة بسرعة أقلم نفسك حتى لا تضر بنفسك وتصبح لأن حصل عندنا في الإحصاءات التي عملناها مشاكل اجتماعية أسرية ضخمة جداً والسبب الرئيسي مكثل أسرة مع بعضها في البيت 24 ساعة ولم يكونوا قد تعودوا على ذلك من قبل لا الزوجة تعودت على الزوجة 24 ساعة كانت الأول بتشتكي من عدم تواجده ولا الزوج متعود ولا الأولاد وأصبحوا في مكان واحد والمكان يضيق وهذا يريد كمبيوتر وهذا يريد كده هذه ممكن تسأل إحنا مباشرةً اعمل مرونة مباشرةً حول بيتك لمكان عمل نظم اجلس مع الأولاد شاور وشاورهم هذا الأمر الأمر الأخير الذي أختم به ما من نازلة حتى ولو كانت فردية إلا ولها بعدٌ اجتماعي فلابد من الخلق الاجتماعي أن يكون حاضراً في كل تصرفاتنا بمعنى أنني إذا نزلت بي نازلة لا أواجهها منفرداً إنما أواجهها بماذا؟ بإخواني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد بمعنى آخر أصلاً في بعض مثل البنديميك هذا كان العالم كله مهتم به بدهم يتعاونوا العلم لازم يتعاون والعنده المصطي يبعث للدول الفقير كذلك الأفراد فيما ينزل بهم من شدائد لا بد أن يحولها إلى البعد الاجتماعي ولذلك يا إخوة يجب أن ننمي عندنا البعد الاجتماعي لأننا نستيسر ونستسهل التصرف الفردي لا بد أن نقوم على وأقول كلمة أن الدين مع إنه مسئولية فردية لكن ممارسته وتطبيقه والصبر عليه مسئولية جماعية أدعو الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم ممن يستمعون الخولة فاتبعونا أحسن ترجمة نانسي قنقر